لكنني سأتناول علامة ذكرت بشكل واضح في أحاديث العترة الطاهرة هذه العلامة قد يراها البعض ليست مهمة لنفس الحدث بما هو هو لكن السؤال يبقى قائما لماذا هذا الاهتمام منهم صلوات الله عليهم بهذه العلامة سأحدثكم عن العلامة وأحدثكم عن اهتمامهم بهذه العلامة قطعا سيكون البيان بحدود المستطاع العلامة التي أقصدها ترتبط بمسجد الكوفة وتحديدا ببناء مسجد الكوفة وبشكل أخص ترتبط بحائط مسجد الكوفة مسجد الكوفة معروف لديكم لست بحاجة أن أعرفكم بمسجد الكوفة وأين يقع إنه المسجد الأعظم في مدينة الكوفة كان في السابق هكذا والهزال إلى يومنا هكذا إنه المسجد الأعظم في مدينة الكوفة غيبة النعماني إنه من أفضل الكتب التي ألفت في هذا الموضوع في موضوع معرفة الإمام في موضوع الثقافة المهدوية شيخنا النعماني متوفى سنة ثلاثمائة وستين للهجرة وطبعة طبعة أنوار الهدى قموا المقدسة إنها الطبعة الأولى في الصفحة الخامسة والثمانين بعد المائتين إنه الحديث السابع والخمسون بسنده عن خالد القلانس عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره من مؤخر المسجد وليس من مؤخر الحائط فلا معنى لأن يقال في مسجد مربع اتصلت حيطانه فيما بينها أن يكون الكلام عن مؤخر الحائط في هذا السياق إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره فضلا عن أن الضمير بحسب آداب العربية يعود على الأقرب إلا إذا دل دليل على أن الضمير لا يعود على الأقرب إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره من مؤخر المسجد مما يلي دار ابن مسعود وهذه قرينة أخرى على أن المؤخر هو مؤخر المسجد وليس الحائط فالكلام ليس فيه من دلالة عن مؤخر الحائط وإنما مؤخر المسجد الضمير يعود على الأقرب والحديث عن دار ابن مسعود مما يلي الكلام هنا عن المسجد وليس عن مؤخر الحائط وإنما الحديث عن مؤخر المسجد إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان في بعض المصادر فعند ذلك زوال ملك بني العباس هذا العنوان بن فلان معروف في أحاديث العترة التي تتناول الشؤون المهدوية يراد منه في الأعم الأغلب إن لم يكن في جميع الحالات يراد منه بن العباس إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود ابن مسعود هذا هو عبد الله ابن مسعود الصحابي المعروف فعند ذلك زوال ملك بني فلان أما إن هادمه لا يبنيه سنأتي على تفاصيل الرواية شيئا فشيئا هذا هو النص النموذجي للحديث في مضمون هذه العلامة جاء مذكورا في غيبة الطوسي أيضا وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان والطوسي هو المعروف بشيخ الطائفة المتوفى سنة أربعمية وستين للهجرة يعني بالضبط بعد وفاة النعماني بقرن كامل النعماني يتوفي سنة ثلاثمية وستين للهجرة والطوسي يتوفي سنة أربعمية وستين للهجرة بحسب الطبعة التي أشرت إليها صفحة ميتين وسبعة وسبعين عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله في الأعم الأغلب نقلات الطوسي ليست دقيقة في كتبه في كتبه الحديثية النعماني نقل الرواية عن خالد وخالد القلانسي وخالد القلانسي نقلها عن الحسين بن مختار هنا مباشرة نقل الرواية عن الحسين عن الحسين بن المختار فسقط اسم خالد القلانسي وأيضا سقط من المتن الحرف من إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره من دون من كيف قرأت بالجر هنا كيف قرأتها بالجر هنا لأنها وهذه الصياغة ستكون بدلا من مسجد الكوفة هذا بدل بعض من كل هكذا يقال له نحن عندنا بدل الاجتمال مثلا وعندنا بدل الكل من الكل وعندنا بدل البعض من الكل فهذا بدل البعض من الكل إذا هدم حائط مسجد الكوفة فلأن مسجد جاءت هذه الكلمة مجرورة بالإضافة فكلمة مسجد أضيفت إلى حائط فجاءت هذه الكلمة مؤخره جاءت بدل بعض عن كل لأن مؤخر المسجد هو بعضه تلاحظون أهمية قواعد العربية وأهمية أسرار البلاغة في فهم النصوص ولذا حينما يشترط مراجع النجاف في المجتهد في المرجع عندهم أن يكون على علم بشيء من العربية لا يشترطون في الفقه أن يكون على اطلاع موسوعي كامل في شؤون العربية وآدابها وإنما يتحدثون عن جزء يسير منها عدوا إلى كتبهم في علم الأصول أو في علم الفقه حينما يتحدثون عن الاجتهاد وشرائطه وعن مواصفات العملية الاجتهادية الاستنباطية ستجدون أنهم يشترطون أن يكون المجتهد أن يكون الفقه بحسب ما هم يقولون أن يكون ملما ببعض من العربية التي يراها ضرورية له لن يستطيع أن يدرك حقائق ثقافة الكتاب وثقافة العترة من دون أن يكون على الطلاع موسوعي بالعربية وآدابها وأسرار بلاغتها وهذا هو السبب في أخطائهم وفي اجتباهاتهم وفي عدم فهمهم للنصوص قطعا القضية بالنسبة لهم أكبر من ذلك المباني الأصولية والمباني الفقهية جاءوا بها من النواصب أنا أتحدث هنا عن جزئية من الموضوع عن عربية الفهم على أي حال أعود إلى الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان أما إن هدمه لا يبني هناك رواية أيضا ذكرها الطوسي صفح 288 بخصوص مسجد الكوفة بسنده عن الأصبغ ابن نباتة من أصحاب أمير المؤمنين قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في حديث له حتى انتهى إلى مسجد الكوفة وكان وكان مبنيا بخزف ودنان وطين الأصبغ ابن نباتة يقول قال أمير المؤمنين في حديث له حتى انتهى إلى مسجد الكوفة حتى انتهى إلى مسجد الكوفة يبدو أنه كان يتمشى ويتحدث مع الأصبغ ابن نباتة أو مع آخرين فكان مسترسلا في حديثه حتى وصل إلى مسجد الكوفة أيام خلافته في الكوفة الأصبغ ابن نباتة هكذا يقول قال أمير المؤمنين في حديث له حتى انتهى إلى مسجد الكوفة قد يقول قائل ربما مراد الأصبغ ابن نباتة من أن الأمير كان جالسا في مكان ما وكان يتحدث في موضوع معين إلى أن وصل في حديثه أن ذكر مسجد الكوفة بقية الرواية لا لا تعين على هذا الفهم وإنما تؤكد الفهم الذي أشرت إليه من أن الأمير كان يتمشى وكان يتحدث في موضوع معين لم يشر إليه الأصبغ ابن نباتة وإنما قال كان يتحدث ويقول حتى وصل إلى مسجد الكوفة وصل حتى انتهى إلى ذلك البناء حتى انتهى إلى مسجد الكوفة وكان مبنيا الأصبغ ابن نباتة يقول كان المسجد مبنيا أيام الأمير صلوات الله وسلامه عليه مبنيا بخزف الخزف هو الطين المطبوخ بالنار إنه الطابوق الخزف هو الطابوق وكان مبنيا بخزف ودنان وطين الدنان هي الجرار يقال مثلا دنان الخمر وهذا التعبير شائع عند العرب لأن العرب كانوا يحفظون خمورهم في الدنان والدنان هي الجرار الجرار الكبيرة يقال دنان الخل فإن العرب كانوا يحفظون الخل في الدنان في الجرار فمن مراد من أن مسجد الكوفة قد بني بخزف ودنان وطين كان هناك من البنائين من يستعملون هذا الأسلوب يأتون بالجرار ويملؤونها بالطين ثم يضعون الجرار بشكل هندسي ويجعلونها بمثابة وحدات لبناء الأسيجة العالية فهذا هو المراد فيأتا بالجرار وتملأ بالطين كي تكون ثقيلة وجرار توضع فوقها جرار وكان مبنيا بخزف ودنان وطين فقال أمير المؤمنين ويل لمن هدمك الإمام يتحدث عن مستقبل الأيام فإن زيادة بن أبيه سيهدم المسجد وسيعيد بناءه وسيحرف القبلة حينما يعيد بناءه الإمام هنا يتحدث عن الذي سيقوم به زياد بن أبي أو كما كان الناس يسمونه زياد بن أبي سفيان بعدما سماه معاوية بذلك ونسبه إلى أبي ويل لمن هدمك فزياد سيهدم المسجد ويعيد بناءه ويل لمن هدمك وويل لمن سهل هدمك وويل لبانيك بالمطبوخ بالطابوخ المطبوخ هو الطابوخ وويل لبانيك بالمطبوخ المغير قبلة نوح لماذا أشار أمير المؤمنين إلى نوح لأن مسجد الكوفة كان موجودا منذ زمان أبينا آدم وكان مبنيا فلما جاء الطوفان هدمه هدم المسجد نوح أعاد بناءه فالقبلة هي قبلة نوح لأنه هو الباني ويل لمن هدمك وويل لمن سهل هدمك هذا لا يعني أن بناء نوح بقي على حاله فقد تعرض المسجد لعملية هدم أيام الأكاسرة أيام الفرس تعرض لهدم متكرر عبر التأريخ ويل لمن هدمك وويل لمن سهل هدمك وويل لبانيك بالمطبوخ المغير قبلة نوح طوبة ثم بعد ذلك الإمام يغير كلامه من ويل إلى طوبة طوبة في لغة العرب تعني هنيئا ونعيما تعني مباركا لك يا من أقول لك طوبة وطوبة في ثقافة العترة هي شجرة جنانية في بيت أمير المؤمنين في جنان أمير المؤمنين شجرة طوبة تتدلى أغصانها في بيوت شيعة علي في الجنان وتتدلى أغصانها الملكوتية في عالمنا الدنيوي تتدلى أيضا في بيوت شيعة علي تتدلى في قلوبهم الروايات حدثتنا عن ذلك ما أنا الذي أحدثكم من عندي على أي حال الأمير يقول بعد أن قال ويل لمن هدمك قال طوبة طوبة لمن شهد هدمك مع قائم أهل بيتي الاهتمام بمسجد الكوفة لأن مسجد الكوفة هو جزء من المنظومة العقائدية لمدينة الكوفة مثل ما حدثتكم عن المنظومة العقائدية لمدينة قم حدثتكم عن السيدة المعصومة وحدثتكم عن مسجد جمكران إلى سائر المفردات الأخرى المنظومة العقائدية في الكوفة لها لها مفرداتها مسجد الكوفة الأعظم هو من أوائل مفرداتها العقائدية من أوائل مفردات منظومتها العقائدية وهذا المسجد مثل ما ارتبط بعلي صلوات الله عليه سيرتبط بقائم آل محمد عند ظهوره الشريف طوبة طوبة لمن شهد هدمك مع قائم أهل بيتي لماذا فإن المسجد في أيامنا ما هو على أرضه الكاملة المساحات المحيطة بالمسجد التي هي في وقتنا الحاضر خارجة عن المسجد هي جزء من المسجد أتحدث عن المسجد أيام أبينا آدم وعن المسجد أيام أبينا نوح في أصل تأسيسه أحاديث أهل البيت هي التي أخبرتنا مساحات ليست قليلة من الأرض المحيطة بمسجد الكوفة هي جزء من المسجد الأصل ولذا فإن صاحب الأمر سيهدم المسجد الموجود كي يعيد بناءه على تمام أرضه الأصل بحيث سيكون وحسعا جدا هناك مساحة كبيرة قد انتقصت وأخذت من أرض المسجد عبر عمليات الهدم المتكررة عبر العصور طوب لمن شهد هدمك مع قائم أهل بيتي أولئك أولئك خيار الأمة إنهم أصحاب القائم أشياعه أنصاره أولئك خيار الأمة مع أبرار العترة مع أبرار العترة إنهم أئمتنا أئمتنا سيكون لهم وجود في زمان القائم بنحو من الأنحاء والحسين بشكل خاص سيكون موجودا في آخر العصر القائم تمهيدا لمرحلة الرجعة هذا الكلام مر علينا وأنا أحدثكم في مجموعة حلقات هذا هو الحسين نذهب إلى فاصل وفي الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي هذا هو الجزء الثالث من طبعة مؤسسة الإمام المهدي قوم المقدس صفحة 1163 لأنهم قد رقموا الأجزاء الثلاثة معا الجزء الثالث صفحة 1163 من الخرائج والجرائح عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إنه الحديث هو هو إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان أما إن هادمه لا يبني في الزام الناصر للمحدث علي اليزدي الحائري هذه طبعة طبعة دار التوحيد بيروت لبنان صفحة 125 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أنه سئل عن ظهور الحجة بن الحسن سئل الصادق عن ظهوره فقال إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان وخرب وربما وخرب وخرب جامع الكوفة من العمران وانعقدت الجيران فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس وظهور قائمنا أهل البيت الكلام واضح واضح جدا سئل الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن ظهور القائم فقال إذا حكمت في الدولة في الدولة العباسية في زماننا إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان وهذا هو الذي يجري في زماننا وخرب جامع الكوفة من العمران هذا التعبير دقيق جدا وربما يكشف لنا شيئا نحن لا نعرفه ولا يعرفه الآخرون من أن الخراب الذي سيلحق المسجد ليس بقصد تخريبه وإنما هناك عمران قد يكون هذا العمران في المسجد نفسه أو في المناطق المجاورة للمسجد تؤدي إلى خرابه هذه معلومة مهمة جدا أتمنى عليكم أن تحفظوا هذه المعلومة لأننا سنحتاج إليها أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى لما سألوا الإمام الصادق عن ظهور القائم صلوات الله عليهم جميعا هكذا أجاب إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان وخرب جامع الكوفة من العمران لاحظوا الدقة في التعبير الإمام ما قال مثلا ولم يبقى في جامع الكوفة شيء من العمران أي صار خربا الإمام الإمام قال وخرب جامع الكوفة من أي شيء من العمران الإمام ما قال وصار جامع الكوفة خليا من العمران لم يبقى لم يبقى فيه شيء من العمران الإمام قال هكذا خرب هناك خراب سيكون في جامع الكوفة السبب السبب من أين يبدأ من العمران فالتخريب إذن في جامع الكوفة لن يكون من عدو قاصد لتخريبه وتهديمه وإنما عملية الهدم والتخريب تأتي بسبب العمران إما هو عمران في المسجد نفسه كأن يكون تعمير في جهة من جهات المسجد تؤدي إلى خراب جهة أخرى أو أن التعمير والإعمار يكون في موضع قريب من المسجد بسبب ذلك الإعمار يحصل خراب في جانب من المسجد لأن المسجد لن يخرب هو هدم في حائطه هدم في الحائط ليس تخريبا للمسجد كله وإنما سيحصل خراب فيه بسبب العمران الرواية دقيقة دقيقة سئل الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن ظهور القائم فقال إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان وخرب جامع الكوفة من العمران وانعقدت الجيران وانعقدت الجيران الذي يبدو لي من هذا التعبير أن البناء وأن البيوت وأن الإعمار سيكون متواصلا ومحيطا بالمسجد من جميع جهاته انعقدت تواصلت البنايات المجاورة لهذا المسجد ولربما بسبب العمران فيما انعقد حوله سيؤدي ذلك إلى خراب في بعضه أقول ربما أنا لا أعلم الغيب ولا أمتلك الحقيقة الكاملة وإنما أنظر إلى الروايات وإلى وجه دقتها وتفاصيل تعابيرها مع النظر إلى الواقع الذي نعايشه سئل الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن ظهوره عن ظهور القائم فقال إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان لا أريد أن أقف عند هذه العناوين فحديثي عن علامة في مسجد الكوفة ما هو هذا واقع دولة بن العباس في حالتها الأولى وهو واقع حال دولة بن العباس في حالتها الثانية لو لم يكن الأمر هكذا لما سار وضع العراق بشكل عام ووضع الشيعة بشكل خاص لما سار في متاهة الفساد والضلال والانحطاط بتمام معاني هذه الكلمات جمع من السفلة والسفهاء تسلط على الواقع الشيعي من أصحاب العمائم ومن قادة الأحزاب الدينية الشيعية القطبية إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان وخرب جامع الكوفة من العمران وانعقدت الجيران فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس وظهور قائمنا أهل البيت هذه علامة مهمة الهدم الخراب في حائط مسجد الكوفة علامة يمكننا أن نتلمسها يمكننا أن نتحسسها وهي جزء من واقع الحياة اليومي ما هي بعلامة كونية مثلا في الفضاء إنها جزء من واقع الحياة اليومي في مدينة نعرفها وفي مكان نعرفه إنها الكوفة وإنه مسجدها الأعظم فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس وظهور قائمنا أهل البيت تذكروا هذه المعلومة وخرب جامع الكوفة من العمران بسبب العمران نذهب نذهب إلى فاصل هذا الكتاب الذي بين يدي هو المزار الكبير المعروف بمزار ابن المشهد من كتبنا من كتبنا القديمة ومن كتبنا المعروفة من جوامع الزيارات والأدعية المزار الكبير هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة الأولى ألف أربعمية وتسعطعش هجري قموا المقدسة إنه من أعلام القرن السادس الهجري صفحة مية وتسعة وعشرين هناك حديث منقول عن حذيفة حذيفة بن اليمن وحذيفة يحدث عن رسول الله وعن أمير المؤمنين جاء في هذا الحديث من أن مسجد الكوفة قد نقص منه إثنى عشر ألف ذراع مساحة واسعة جدا هذا نقص في مسجد الكوفة الذي نعرفه الآن إثنى عشر ألف ذراع إثنى عشر ألف ذراع يعني ستة آلاف متر مساحة واسعة هناك تفاصيل أخرى أنا لا أريد أن أحدثكم عن كل التفاصيل إنما آتيكم بنماذج من المعلومات والمعطيات التي تخبركم بشكل واضح عن عظمة هذا المسجد وعن أهمية هذا المسجد في ثقافة العترة الطاهرة وعن ارتباطه الوثيق بالمشروع المهدوي الأعظم هذا هو الجزء الأول من كتاب الفقي فقيه من لا يحضره الفقي لشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة هذا هو الجزء الأول صفحة 230 إنه الحديث الثاني عشر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حد مسجد الكوفة آخر السراج آخر السراجين نحن لا نملك تحديدا دقيقا إلى موضع السراجين في سوق الكوفة السراجون هم الذين يشتغلون في صناعة ما كان يستعمل سراجا ما كان يستعمل وسيلة للإنارة في البيوت وكانوا أيضا يشتغلون في استخراج وجمع الزيوت التي يحتاجها الناس في إضاءة تلك الوسائل ولذا في آخر سوق السراجين هناك الزياتون السراجون والزياتون وهؤلاء كانوا بحسب القرائن التي تصف مدينة الكوفة آنذاك هم يكونون في آخر السوق وكان سوق الكوفة ممتدا ممتدا من شمال المسجد إلى نهاية مشرق المسجد كان سوقا كبيرا الإمام الصادق هكذا يقول حد مسجد الكوفة آخر السراجين آخر السراجين هم الزياتون الذين كانوا يبيعون الزيت يجمعونه يستخرجونه يهيئونه للناس خطه آدم عليه السلام خط المسجد وأنا أكره أن أدخله راكبا أن أدخل سوق سوق سراجي وأنا أكره أن أدخله راكبا قيل له فمن غيره عن خطته من الذي جعل المسجد بهذه المساحة الموجودة الآن قال أما أول ذلك فالطوفان في زمن نوح عليه السلام ثم بعد أن أعاده نوح ثم غيره أصحاب كسرى والنعمان إنه النعمان ابن المنذر ابن ماء السماء اللخم الذي كان ملكا على العرب في الدولة التي تعرف في التأريخ بمملكة المناذر ثم غيره أصحاب كسرى والنعمان ثم غيره زياد ابن أبي سفيان فإمامنا الصادق كان يكره حينما كان في الكوفة فقد قضى ردحا من الزمان في الكوفة إمامنا الصادق في بداية الدولة العباسية قضى ردحا من الزمان في الكوفة وكان يكره أن يدخل إلى السوق وهو على دابته احتراما لأرض السوق التي هي أرض المسجد وإلا فإن الإمام لا يقوم بهذا الطقس احتراما للسوق بما هو سوق الاحترام لأرض المسجد التي انتقصت من المسجد الأعظم وصارت سوقا الصادق يقول حد مسجد الكوفة آخر السراجين خطه آدم عليه السلام وأنا أكره أن أدخله راكبا قيل له فمن غيره عن خطته قال أما أول ذلك فالطوفان في زمن نوح ونوح بعد ذلك أعاد بناءه ثم غيره أصحاب كسرى والنعمان ثم غيره زياد ابن أبي سفيان هذا ما جاء مذكورا في الفقي في الكافي هذا هو الكافي الجزء الثالث وطبعة دار التعارف بيروت لبنان صفحة أربعمية أو ستة وثمانين إنه الحديث الثالث من الباب المرقم ميتين وثمانية وستين في فضل مسجد الكوفة الحديث الثالث لا أقرأ الحديث كله لأنني سأضطر إلى شرحه وأنا لا أملك وقتا كي أشرح كل الأحاديث التي أقرأها عليكم سأذهب إلى موطن الحاجة من هذا الحديث الشريف يحدثنا أبو بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيقول إمامنا الصادق وكان أمير المؤمنين سيد الأوصياء صلوات وسلام عليه يقوم على باب المسجد على باب مسجد الكوفة ثم يرمي بسهمه فيقع في موضع التمارين الذي يبدو من الكلام أن الإمام يقف على باب المسجد الذي يعرف بباب الثعبان لأن السوق من هذه الجهة لا من الجهة الثانية هذه هي الجهة الشمالية للمسجد فسوق الكوفة كان يقع في الجهة الشمالية للمسجد ويمتد إلى الجهة الشرقية في جانب منها فأكثر سوق الكوفة كان يقع شمال مسجد الكوفة وسوق التمارين يقع شمال المسجد الإمام إذن يقف على باب الثعبان ويعرف بباب الفيل أيضا ولا أريد أن أدخل في تفاصيل أسباب تسمية هذا الباب وغيره من أبواب المسجد ما عندي وقت باب الثعبان أو باب الفيل هو الباب الذي يقع في الجهة الشمالية من المسجد وهذا الباب كان موجودا أيام أمير المؤمنين المسجد يعني مسجد الكوفة كانت له أبواب ليست موجودة الآن وتجددت له أبواب لم تكن موجودة سابقا باب الثعبان كان موجودا أيام أمير المؤمنين حينما كان في الكوفة وكان موجودا قبل مجيء أمير المؤمنين إلى الكوفة هذا الباب هو الذي يقع في مواجهة مزاري السيدة خديجة بنت أمير المؤمنين أبناء الكوفة زوار الكوفة يعرفون ذلك الأمير كان يقف عند هذا الباب الذي هو باب الثعبان ويعرف في التعريخ أيضا بباب الفيل ويرمي بالسهم من هنا حتى يقع في سوق التمارين ما هي المسافة التي يقطعها السهم للرامي المتمكن الرامي الماهر المتمكن حينما يرمي سهمه فإن السهم يقطع مسافة تكون بقياسات أيامنا ما بين مئة وخمسين إلى مئتين متر ما بين مئة وخمسين مترا إلى مئتي متر كان العرب يقيسونها بالذراع ما بين ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ذراع هذه المسافة هي التي تسمى في علم المسافات وفي علم المساحة بالغلوة الغلوة هي رمية السهم وإنما قيل لها غلوة لأن رامي السهم سيغالي برفع يديه لكي يطلق سهمه حتى يصل إلى أبعد نقطة ممكنة فإنه سيغالي سيغالي سيرفع قيل لهم غلات وقيل لهم مرتفعة يقولون عن الغلات غلات ويقولون عنهم مرتفعة المرتفعة والغلات بمعنى واحد فقيل لها الغلوة الغلوة هي الرامية المسافة التي يقطعها السهم لأن الرامي يغالي في يديه يرفع يديه كي يصل السهم إلى أبعد نقطة ممكنة فكان الأمير يقف على باب الثعبان ويطلق سهمه وكان أمير المؤمنين يقوم على باب المسجد ثم يرمي بسهمه فيقع في موضع التمارين إنه الموضع الذي كان لميثم التمار كان له دكان فيه وكان أمير المؤمنين يأتي ويجالسه في دكانه في سوق التمارين وفي بعض الأحيان كان ميثم يذهب إلى حاجة أو إلى أمر ويبقى أمير المؤمنين يبيع التمر نيابة عن ميثم إلى أن يعود ميثم إلى دكانه لا يقال ميثم إنه ميثم القراءة الصحيحة ميثم ميثم التمار نحن في ثقافتنا الشعبية العراقية نقول ميثم ميثم التمار القراءة الصحيحة ميثم التمار وكان أمير المؤمنين يقوم على باب المسجد ثم يرمي بسهمه فيقع في موضع التمارين فيقول ذاك من المسجد هذه المسافة من المسجد لا يعني أن المسجد ينتهي عند التمارين مسافة المسجد أكبر من ذلك إلا أن الإمام يرمي بسهمه إلى سوق التمارين ويقول هذا من المسجد فيقول ذاك من المسجد الإمام هنا لا يريد أن يحدد نهاية المسجد إنما يريد أن يقول من أن المسجد الموجود منقوص ناقص لقد انتقصت أرضه هذا هو الذي يريد أن يبينه سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه هناك الكثير من التفاصيل حول مسجد الكوفة أنا لا أريد أن أحدثكم عن تأريخ مسجد الكوفة ولا عن خصائصه ولا عن فضائله ولا عن شؤونه المختلفة إنما أوردت لكم أمثلة من حديث أئمتنا كي تعرف اهتمامهم بهذا المسجد وهذا الاهتمام مرتبط بالمشروع المهدوي فمسجد الكوفة مركز من مراكز المشروع المهدوي في زمان الغيبة وفي زمان الظهور نذهب إلى فاصل لماذا هذا الاهتمام بهذه العلامة التي تبدو ليست مهمة من قبل الأئمة صلوات الله عليهم لماذا كل الاهتمام بهذه العلامة التي هي ظاهرة طبيعية في الحياة حائط لمسجد قديم يهدم أجيب على هذا السؤال لماذا هذا الاهتمام بهذه العلامة أولا إنها الكوفة العاصمة وهذا المسجد رمزها التاريخي والديني الأول إنه المسجد الأعظم في الكوفة إنها الكوفة العاصمة ستكون عاصمة للوجود الكوفة ستكون عاصمة الأرض والأرض ستكون عاصمة الكون إنها الدولة المهدوية العظمى والتي تقودنا إلى الرجعة العظيمة وإلى الدولة المحمدية التي هي جنة الأرض جنة الكون بل هي جنة الدنيا جنة الدنيا جنة الكون فالكون كله عنوانه الدنيا السماء التي تعتلي هذا الكون هي السماء الدنيا وهذا الكون الذي نحن نعيش فيه هذه ملحقات السماء الدنيا زينة السماء الدنيا إذن أولا إنها الكوفة العاصمة وهذا رمزها التاريخي والديني الأول مسجدها الأعظم وثانيا يريدون صلوات الله عليه أن يقولوا لنا نحن معكم معكم حتى في التفاصيل الصغيرة فكونوا معنا كونوا معنا أيضا حتى في التفاصيل الصغيرة مثل ما نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة معكم معكم لا مع غيركم إذن ثانيا يقولون لنا نحن معكم معكم في التفاصيل الصغيرة هذا تفصيل صغير لكننا نهتم به مثلما نحن معكم في التفاصيل الصغيرة فكونوا معنا في التفاصيل الصغيرة أيضا وثالثا هذه علامة خاصة لشيعتهم الذين يبحثون في كل زاوية في كل مكان عن أي علامة في مسجد الكوفة في مسجد السهلة تقربهم إلى إمام زمانهم هذه علامة لشيعتهم هذه علامة لأبناء العاصمة لأبناء الكوفة أولا لأبناء العراق ثانيا لشيعة الزائرين ثالثا إنها علامة واقعية من واقع الحياة اليومية هذا مسجد الكوفة الذي نعرفه وهذه حيطانه القديمة التي نعرفها فيحدث هدم في حائط المسجد مما يلي دار ابن مسعود إنها علامة 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 لزوال ملك بن العباس أزال الله ملكهم عاجلا وعاجلا وعاجلا إن كان الذين يحكمون في بغداد والنجف هم الأوصاف هي الأوصاف لكننا لا نعلم الغيب ولسنا على علم بأسرار قانون البدا وواقع الشيعة الخائب يشير إلى أننا سنتحرك باتجاه السيناريو الثالث وحينئذ سينتفي كل هذا الكلام واقع الشيعة الخائب يقول هكذا إذن علامة خاصة لشيعتهم هذا ثالثا ورابعا ارتباط كل صغيرة وكبيرة في واقعنا الديني في واقعنا العقائدي في واقعنا الشيعي من جهة رموزنا ومنظومتنا العقائدية من جهة مفرداتنا العقائدية ارتباط كل صغيرة وكبيرة بالمشروع المهدوي وهذا ينبهنا إلى عظمة هذا المشروع فكل صغيرة وكبيرة ترتبط بخرائطه وتتعلق بسلاسله وتتصل بامتداداته في واقعنا الشيعي بالدرجة الأولى وفي الواقع العالمي بالدرجة الثانية ارتباط كل صغيرة وكبيرة بهذا المشروع المهدوي وتلك إشارة واضحة إلى مسار التعظيم الذي يفترض أننا عليه وعنواننا المستمر في هذه الحلقات تذكروه المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم هذه وجوه ظاهرة يمكنها أن تشكل جوابا لهذا السؤال لماذا الاهتمام بهذه العلامة ولماذا أخذ الأئمة هذا الحدث بنظر الاعتبار ما هناك الكثير من الحوادث التي تقع في العالم وهي أعظم بكثير من هذه الحادثة من حادثة هدم جدار لمسجد القضية رمزية ترتبط برموز المنظومة العقائدية لمدينة الكوفة التي هي عاصمته عاصمة القائم صلوات الله وسلامه عليه القضية ليست ناظرة إلى الحدث بما هو حدث الحدث بما هو حدث قد يكون اعتياديا لكن القضية مرموزة مرموزة هذه القضية مربوطة بالمشروع المهدوي وهذا المشروع عظيم فأي شيء يرتبط به سيكون عظيم هذا هو الفارق ما بين المسارين ما بين مسار التعظيم ومسار التقزيم الذي عليه الأقزام في حوزة الطوسي في حوزة التقزيم والتقصير وسفاهة والإرجاء والبتر إنهم مرجئة بترية مقصرون مقزمون للمشروع المهدوي نذهب إلى فاصل هناك العديد من الحوادث المهمة والخطيرة التي ترتبط بمدينة الكوفة بشكل عام وبمسجدها الأعظم بشكل خاص جاء هذا في الروايات والأحاديث في كتبنا وحتى في كتب المخالف على الشيعي أن يعرف هذه الحقائق كي يعرف أين يضع قدمه في زمان تهيمن فيه الفتن في جميع الاتجاهات أقرأ عليكم من الإرشاد إنه لشيخ المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة هذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جباير إنها الطبعة الأولى 1428 هجري قمري قموا المقدسة صفحة 536 بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا يذهب ملك هؤلاء إنه يشير إلى العباسيين لا يذهب ملك هؤلاء والحديث عن العباسيين في حكمهم الثاني في حكمهم الذي يكون في زمان قريب من زمان ظهور إمامنا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه لا يذهب ملك هؤلاء حتى يستعرض الناس بالكوفة في يوم الجمعة لكأني لكأني الإمام يراها قلت لكم في الحلقات الماضية الماضي والحاضر والمستقبل عند أئمتنا نقطة واحدة ليس هناك من نقاط إنها نقطة واحدة الإمام يقول إمامنا الصادق لكأني لكأني أنظر إلى رؤوس لكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون تندر تتساقط رؤوس تتساقط إنها رؤوس بشرية إنهم الشيعة في الكوفة هذه الرواية ذكرها أيضا الطوس في الغيبة صفحة 278 عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه لا يذهب ملك هؤلاء حتى يستعرض الناس بالكوفة يوم الجمعة لكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين المسجد وأصحاب الصابون لاحظوا عدم الدقة في رواية الطوس أيضا في رواية المفيد حددها فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون هذا هو الذي أقوله لكم هذه ظاهرة أتلمسها في أحاديث الطوس بشكل واضح في كل كتبه الحديثية ما يقوله مراجع النجفي من دقة الطوس في نقل الأحاديث بسبب جهلهم وعدم طلاعهم على كتب الحديث وإنما هو كلام يتناقلونه على الألسنة من شخص لآخر من دون تحقيق وتدقيق الأدق في نقل الأحاديث الكليني الصدوق أقل دقة من الكليني هؤلاء الذين يقدمون الصدوق على الكليني ما 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 عندهم من علم بشكل موسوعي في أحاديث العترة ولا هم على بلاغة ومعرفة بأسرار العربية نصوص 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 الكليني أدق من جهة البلاغة والعربية إذا أردت هذه ظاهرة عامة فيما نقله الكليني وفيما نقله الصدوق ما هذا الذي يتحدثون عنه في أبحاث الخارج هذا هراء هذا جهل بحقائق الحديث ولأنهم يحدثون حميرا لا علم لهم بالحديث وحقائقه فيأخذون ما يطرح في دروس البحث الخارج الاستحمار يأخذون ما يقوله هؤلاء في دروسهم الاستحمارية يأخذونه أخذ المسلمات فلا هناك من تحقيق ولا هناك من تدقيق ولا هناك من حفظ للحديث ولا هناك من موسوعية في الإطلاع على حديث العطرة ولا هناك من ثقافة قرآنية تستند إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم ولا هناك من إلمام بحقائق الآداب العربية وأسرار البلاغة ومضامين دقائقها جهالة في جهالة في جهالة ويقال لنا هؤلاء هم العلماء الذين يخشاهم الغرب والله نحتاج هناك فتزيج بس شلون ضروري هناك فتزيج هؤلاء الجالة الأغبياء يخافوا منهم الغرب من أي شيء يخاف من جهله من سفاهته من عدم معرفتهم بأمور دينه من أي شيء من هذا التمثلت لا يحكمون أن يتكلموا بشكل قويم وعلمي دقيق لدقائق ولا يحسنون أن يكتبوا سطورا من دون أن تكون مشحونة بالأخطاء البلاغية والأخطاء النحوية والأخطاء اللغوية كتبهم تدل على ذلك كتبهم التي يفتخرون بها مشحونة بالأخطاء بياناتهم خطاباتهم واقع مزري إلى أبعد الحدود لكننا ماذا نصنع للشيعة الدخيين الذين يعتقدون أن هؤلاء في علمهم كالأنبياء وهم يعبثون بأنفسهم قبل أن يعبثوا بالشيعة مثل ما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه ضلوا وأضلوا شيعتنا إنما قرأت حديث الطوسي كي أبين لكم عدم الدقة في نقله للأحاديث وضربت لكم قبل ذلك مثالا أيضا حينما قارنت بين نقله وبين ما نقله النعماني تلميذ الكليني أخذت دقة من أستاذه الكليني النعماني هو تلميذ الكليني هكذا ذكر الطوسي في غيبته لا يذهب ملك هؤلاء حتى يستعرض الناس بالكوفة يوم الجمعة لكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين المسجد وأصحاب الصابون نعود إلى إرشاد المفيد لقد حدد المكان بالدقة فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون باب الفيل هو باب الثعبان هو نفسه لماذا سمي بباب الفيل في الحقيقة ما عندي وقت لكنني بالإجمال أقول هو باب الثعبان حادثة ماذا تريدون أن تسموها معجزة كرامة هكذا يقال عنها إنني لأخجل من سيد الأوصياء أن أقول من أن معجزة لعلي ولكنني ماذا أصنع هكذا هو واقعنا علي 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 هو الآهة العظمى هو الشر الأكبر هو النبأ الأعظم علي هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن هو الذي يقول أنا الأول أنا الآخر أنا الظاهر وأنا الباطن هو الذي يقول أسمى من أن أنسب إليه بحجزات هو أسمى من ذلك لكن الذي تعودنا عليه هو هذا في الحديث هذه شؤونات في مسار علي لأنني حين أقول معجزة لعلي أصف حالة واحدة بالإعجاز وهي معجزة سميتها هكذا بالقياس لقدرتي من أنا من أنا حتى أقايس قدرتي بقدرتي علي لا وجه للمقايس لأنني حين أقول معجزة فقد قايستها بقدرتي فمن أنا حتى أقايس قدرتي بقدرتي علي قلت لكم والله إني لأخجل من أمير المؤمنين أن أقول إنها معاجز علي على أي حال دعوني وشأني معجزة الثعبان مفصلة مفصلة ثعبان هائل عظيم دخل الكوفة ودخل من هذا الباب أمام الناس إلى المسجد وكان الأمير على المنبر وخاطب الأمير والأمير خاطبه هذا الذي تجدونه في زياراته من أنه مكلم الثعبان الحادثة فيها تفصيل أنا لا أريد أن أحدثكم عن التفصيل فسمي الباب بباب الثعبان فحينما يسأل الناس لماذا سمي هذا الباب بباب الثعبان خصوصا حينما يأتي الشاميون إلى العراق فيسمعون من أهل الكوفة هذا الخبر العجيب معاوية لما تسلم الأمر بعد الهدنة مع إمامنا الحسن المشتبى صلوات الله عليه جاء بفيل وربطه عند الباب حتى لا يسمى هذا الباب بباب الثعبان ربط فيلا عند الباب لأن الفيل حيوان غريب على العراقي يؤتى به إما من أفريقيا يؤتى به إما من أفريقيا وإما من الهند أو من بلدان أخرى فيكون مثارا ويكون سببا لتوجه الناس إلى هذا المكان خصوصا الأطفال الصغار إلى أين أنت ذاهب إلى باب الفيل من أين دخلت من باب الفيل ونسي باب الثعبان فعرف في التاريخ بباب الفيل أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع أكثر لا يذهب ملك هؤلاء ملك العباسيين حتى يستعرض الناس بالكوفة في يوم الجمعة يستعرض الناس بالكوفة في يوم الجمعة لا أريد أن أفهمها بما عليه الواقع اليوم سأفهمها بحسب سياقها في زمان أعمتنا في زمان إمامنا الصادق هذا المصطلح الاستعراض مصطلح أمني كان معروفا عند الأمويين وعند العباسيين الاستعراض هي عملية تفتيش لكل الناس في المدينة هذه هي عملية الاستعراض فيقال من أن الوالي استعرض أهل الكوفة يعني أمرهم أن يخرجوا جميعا من بيوتهم الذكور أن يخرجوا الذكورة حتى الأطفال الصغار وسيكون التفتيش تفتيشا قاسيا وعادة ما تقطع الرؤوس في مثل هذا التفتيش إنهم يبحثون عن أشخاص معينين يريدون إلقاء القبض على مجموعة كبيرة من الناس فيصدرون الأمر من أن الوالي يريد أن يستعرض أهل المدينة في يوم الجمعة مثلا وعادة ما يكون الاستعراض في يوم الجمعة باعتبار أن الناس تعود من مزارعها وحقولها لأن يوم الجمعة يوم تعطل فيه الأعمال فيكون الجميع في بيوتهم إنني أتحدث عن الثقافة زمان إمامنا الصادق الصادق يقول لا يذهب ملك هؤلاء ملك العباسي حتى يستعرض الناس بالكوفة في يوم الجمعة تفتيش عام لكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون رؤوس تندر تسقط تتساقط تقطع أناس يقتلون أين ستكون المذبحة فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون أصحاب الصابون هم الذين كانوا يصنعون الصابون ويبيعون الصابون لهم سوقهم الخاص بهم دكاكينهم مجموعة في مكان واحد في سوق الكوفة الكبير ومثل ما قلت لكم قبل قليل من أن سوق الكوفة يمتد شمال المسجد وله أطراف تذهب إلى شرق المسجد أصحاب الصابون يقعون في بداية السوق أول السوق سوق التمارين ويجاوره سوق أهل الصابون هذه بداية سوق الكوفة كما يظهر من القرائن الموجودة في الروايات والأحاديث أو في كتب التأريخ التي وصفت لنا مدينة الكوفة نذهب إلى فاصل هناك رواية أخرى أيضا أوردها المفيد في الإرشاد في نفس هذا الاتجاه الرواية التي مرت علينا أعيد قراءتها عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا يذهب ملك هؤلاء العباسيين حتى يستعرض الناس بالكوفة في يوم الجمعة تفتيش عام لكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون ما بين باب الفيل من عند المسجد فباب الفيل هو باب الثعبان الباب الرئيس لمسجد الكوفة من جهة شمال المسجد فمن الباب تمتد المذبحة إلى أصحاب الصابون إذا أردنا أن نقدر ذلك تقريبا وبحسب القراء فمن باب الثعبان إلى أكثر من مئتي متر هذا التقدير تقريبي تقريبي سأذهب إلى الرواية الأخرى أيضاً أيضاً بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من الإرشاد من المصدر نفسه الإمام يقول إن لولد فلان هذا التعبير تعبير عن العباسيين المفيد نفسه أين ذكر هذه الروايات ذكرها في علامات قيام القائم الحديث هنا عن الحكم العباسي الثاني إن لولد فلان لولد العباس عند مسجدكم يعني مسجد الكوفة لوقعة هذه لام التوقيت لتوقيدي هذه الوقعة لوقعة في يوم عروبة يوم عروبة يوم الجمعة العرب قبل الإسلام كانت تسمي يوم الجمعة بيوم عروبة فيوم عروبة هو يوم الجمعة هو من أسماء يوم الجمعة حتى في الإسلام هناك من يسمي يوم الجمعة بيوم عروبة من أسماء يوم الجمعة لكن هذا كان شائعا أيام الجاهلية لأن يوم الجمعة في القرآن وفي حديث نبينا الأعظم سمي دائما بيوم الجمعة فشاعة هذه التسمية إن لولد فلان عند مسجدكم يعني مسجد الكوفة لوقعة في يوم عروبة يقتل فيها أربعة آلاف من باب الفيل إلى أصحاب الصابون فإياكم وهذا الطريق فاجتنبوه فإياكم وهذا الطريق فاجتنبوه الإمام إنما يقول هذا الكلام لا لأن القضية ستقع غدا في أيامه وإنما يريد أن يقول للشيعة هذه معلومات دقيقة رتب الأثر عليها هذا هو الذي يريد أن يقوله الإمام فإياكم وهذا الطريق فاجتنبوه ثم ماذا يقول إمامنا الصادق وأحسنهم حالا من أخذ في درب الأنصار فالإمام يقدم النصيحة لشيعته من أهل الكوفة من أهل العراق من الزوار الذين يذهبون إلى الكوفة في تلك الأوقات في تلك الأوقات التي يتحدث عنها في هذه الرواية الإمام يحذرهم من هذا الطريق من هذه المساحة الممتدة ما بين باب الفيل يعني باب الثعبان وبين أصحاب الصابون إلى بدايات سوق الكوفة قطعاً تغير التخطيط الآن لكن الإمام يتحدث بحسب زمانه ولا ندري فلربما يتغير التخطيط الموجود الآن في قادم الأيام ما يدرينا هذه الواقعة نحن لا نعرف زمانها أل ستقع في زماننا هل ستقع في زمان بعيد في قادم الأيام هذا حديث عن المستقبل إن لولد فلان لولد العباس عند مسجدكم يعني مسجد الكوفة لوقعة في يوم عروبة يقتل فيها أربعة آلاف من باب الفيل إلى أصحاب الصابون قلت لكم المسافة تقريبا من باب الثعبان إلى أصحاب الصابون هي أكثر من مئتي متر فإياكم فإياكم وهذا الطريق فاشتنبوه وأحسنهم حالا من أخذ في درب الأنصار نحن لا نملك خرائط لمدينة الكوفة في الأزمنة القديمة حتى نعرف بالضبط وبالدقة أين سوق الصابون وأين درب الأنصار ولكن من خلال التدقيق في الروايات والتنقير والنبش في كتب التعريخ يمكننا أن نصل إلى شيء في الحقيقة هذه مجموعة خرائط هذه مجموعة خرائط لمدينة الكوفة ولمسجد الكوفة ولسوق الكوفة بعضها من رسائل دكتوراه وبعضها من أبحاث جامعية موسعة وبعضها من كتب ومؤلفات متخصصة تخصصت في تاريخ الكوفة وفي تاريخ مسجد الكوفة والبعض منها من دراسات استشراقية للمستشرقين إنها مجموعة خرائط بعضها من مديرية الآثار في العراق قد تعتمد أكاديميا بالنسبة لي لا أعتمدها دققت فيها فما وجدتها دقيقة جدا فيها الكثير من الأخطاء والاشتباهات بحسب تشخيصي ولا أملك دليلا قطعيا على دقة تشخيصي ولكن بحسب المعطيات التي عندي التي أستقيها من أحاديث العترة الطاهرة ومن المعطيات التاريخية التي أعرفها حول تأريخ الكوفة نذهب إلى فاصل إنما ذكرت أمر هذه الخرائط ربما تعودون إلى المصادر التي تجتمل على هذه الخرائط من مؤلفات وكتب ودراسات وتجدون تشخيصا لمحلة الأنصار في الكوفة غير الذي سأذكره لكم لهذا سبب نبهت على هذا أنا لا أعتمد على هذه الخرائط لا على خرائط المستشرقين ولا على خرائط مديرية الآثار العراقية ولا على غيرها من خلال المعطيات المتوفرة عندي من أحاديثهم ورواياتهم ومما أعرفه من معلومات من بطون كتب التأريخ عن تعريخ العراق وتأريخ الكوفة وقبائلها وسائر المعطيات الأخرى درب الأنصار هذا الذي يقول عنه إمامنا الصادق هنا وأحسنهم حالا من أهل الكوفة أو من الذين كانوا موجودين في ذلك اليوم من أهل الكوفة ومن غيرهم وأحسنهم حالا من أخذ في درب الأنصار الكوفة حين مصرت وسكنها المسلمون القادمون من الحجاز الأنصار سكنوا في محلة هي محلة الأنصار بحسب ما أعتقد تقع في الجهة الشمالية الشرقية من مسجد الكوفة في الجهة الشمالية الشرقية يمكنني أن أشير إلى مرقد هاني ابن عروة ومن هذا المرقد ونذهب باتجاه الجهة الشمالية الشرقية لأن مرقد مسلم ابن عقيل وكذلك هاني ابن عروة يقعان شرق مسجد الكوفة محلة الأنصار بحسب ما أعتقد من خلال المعلومات والمعطيات المتوفرة تقع في الجهة الشمالية الشرقية من مسجد الكوفة وتمتد شرقا إلى مسافة معينة هذه هي محلة الأنصار قطعا الدرب الذي وهو الطريق الذي يؤدي إليها هو هذا الذي يسمى بدرب الأنصار فلاحظوا أين يقع مرقد هاني بن عروة في الطرف الثاني من المسجد باب الفيل في الطرف الغربي من المسجد مراد في الطرف الغربي باعتبار أن شمال المسجد في جهته الغربية يقع باب الفيل أو باب الثعبان في التسمية الأصلية وفي الجهة الشرقية يقع مرقد هاني بن عروة المذبحة أين ستقع تقع عند باب الفيل يعني في الجهة الغربية مرقد هاني في الجهة الشرقية وقلت لكم من أن الأنصار سكنوا في هذه المنطقة في الجهة الشمالية الشرقية من مسجد الكوفة قطعا على مسافة لم تكن بيوتهم ملاصقة للمسجد وإنما هناك مسافة قد تصل إلى رمية سهم أو إلى رميتين إلى أكثر من مئتي متر هناك تبدأ بيوت محلة الأنصار الطريق المؤدي إليها الدرب المؤدي إليها هو درب الأنصار السلامة تكون هناك حينما تكون هذه المذبحة أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن لولد فلان لولد العباس عند مسجدكم يعني مسجد الكوفة لوقعة في يوم عروبة في يوم جمعة يقتل فيها أربعة آلاف من باب الفيل إلى أصحاب الصابون فإياكم وهذا الطريق فاجتنبوه وأحسنهم حالا من أخذ في درب الأنصار قد تكون هذه الرواية ناظرة إلى الاستعراض الذي مر ذكره في الرواية السابقة لا يذهب ملك هؤلاء حتى يستعرض الناس بالكوفة في يوم الجمعة لكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون فربما الرواية هذه أعطتنا معطيات أكثر للحادثة المتقدمة وربما هذه حادثة أخرى هذا العدد الكبير قد يكون اجتماعا في صلاة جمعة صلاة الجمعة يجتمع فيها كثير من الناس فهذا العدد المتجمع عند باب الفيل قد يكون بسبب صلاة الجمعة الرواية تقول في يوم عروبة في يوم جمعة وإلا مستغرب أن يكون هذا الجمع عند مسجد الكوفة إلا أن تكون القضية مثل ما قلت لكم إنه الاستعراض التفتيش العام في المدينة كما حدثتنا الرواية السابقة أو أنها صلاة الجمعة في يوم عروبة وتحدث فتنة فتن العراق كثيرة وفتن الشيعة أكثر وفتن الكوفة والنجف وكربلاء أكثر وأكثر وأكثر ما هذا هو التاريخ وهذا هو واقعنا في كتاب الفتن لنعيم ابن حمات وقد حدثتكم عن هذا الكتاب في الحلقات المتقدمة وقرأت عليكم شيئا منه على سبيل الأنموذج هذا الكتاب ليس كتابا موثقا عند المخالفين لماذا لأنه يجتمل على كثير من الروايات والأحاديث عن العترة الطاهرة أنا لا أعتمد عليه كما أعتمد على كتبنا التي نعرفها لأن الروايات التي نقلها عن العترة الطاهرة فيها خلل لا تخلو من خلل لكنها مع خللها تجتمل على مضامين واضحة تؤيدها الروايات الموجودة في كتبنا التي نعتمدها هذه الطبعة من كتاب الفتن لنعيم بن حمد هي طبعة مكتبة الصفة القاهرة مصر الطبعة الأولى 2003 ميلادي نعيم بن حمد متوفى سنة 229 للهجرة صفحة 176 رقم الحديث 809 بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه قلت لكم هناك الكثير من أحاديث العترة في هذا الكتاب ولهذا السبب يضعفون الكتاب لا يأخذون برواياته ولا يعتمدون على أحاديثه مع أنهم يمدحون نعيم بن حمد مديحا كثيرا لكن لأنه نقل عن العترة في كتابه هذا يرفضون كتابه الروايات التي نقلها لا تخلو من خلل على أي حال نحن نقرأ الأحاديث ونأخذ معناها الإجمالية الذي يأتي مطابقا لما عندنا في أحاديثنا في كتبنا المعتبرة مئة وستة وسبعين من كتاب الفتن لابن حمد رقم الحديث اثمانمية وتسعة بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه إذا ظهر الأبقع الأبقع بحسب رواياتنا يظهر في سوريا هل المراد هو هذا هل المراد غيره من القرائن إنه أبقع سوريا لأن الحديث سيكون عن السفياني والسفياني حينما يظهر في سوريا سيقاتل الأبقع وسيقضي عليه بحسب أحاديثنا على أي حال أعود إلى الرواية التي نقلها ابن حمد عن جابر الجعفي عن باقر العلوم صلوات الله عليه إذا ظهر الأبقع مع قوم ذوي أجسام فتكون بينهم ملحمة عظيمة مع قوم ذوي أجسام يبدو أنهم قوات خاصة أجسام أجسامهم متميزة لقد تدربوا تدريبا خاصا إذا ظهر الأبقع مع قوم ذوي أجسام فتكون فتكون بينهم ملحمة عظيمة فتكون بينهم ملحمة عظيمة تكون بينهم وبين أعدائهم هذا خلل في الرواية قلت لكم الروايات التي نقلها عن العترة لا تخلو من خلل هذا الخلل متعمد ليس من قبل ابن حماد ربما من الأجيال التي جاءت بعد ابن حماد عبثوا في كتابه لأنها أحاديث العترة يريدون أن يدخلوا فيها خلل إذا ظهر الأبقع مع قوم ذوي أجسام فتكون بينهم ملحمة عظيمة قطعا هذه الملحمة هي ملحمة الأبقع والأبرص والسفيان هناك الأبقع هناك الأبرص هناك عدة شخصيات إذا ظهر الأبقع مع قوم ذوي أجسام فتكون بينهم ملحمة عظيمة ثم يظهر الأخوص السفياني الملعون فيقاتلها جميعا يقاتلها جميعا من يقاتل الرايات جميعا هذا خلل في الرواية أيضا فيقاتلها جميعا فيظهر عليهما جميعا أيضا هناك خلل في التعبير مرة يأتي الكلام جمعا وأخرى يأتي تثنيتا وهذا هو الذي قصدته من خلل في أحاديث هذا الكتاب التي نقلها عن العترة الطاهرة الذي يبدو ليه هو خلل متعمد ليس من المؤلف وإنما من علماء المخالفين الذين جاءوا من بعده كي يضعف هذه الأحاديث فتكون مهلهلة من الجهة اللغوية والمعنوية فلا يأخذ بها أتباعهم ما هو هذا البرنامج الشيطاني على طول الخط وهذا هو الذي يفعله مراجع حوزة الطوسي الآن مع أحاديث وبرامج هكذا يضعفون أحاديث وبرامج التي هي لباب حديث القرآن المفسر بتفسير علي وآل علي ولباب حديث العترة المفهم بقواعد تفهيم علي وآل علي لكن الأمور هكذا تجري وإذا لم تجري هكذا فذلك هو المستغرب المستغرب أن شيعة تأخذ حديث العترة من دون أن تسمم مرجعية النجف أفكارهم هذا هو المستغرب فمرجعية النجف مرجعية شيطانية قذرة تحارب فكرة أهل البيت صلوات الله عليهم بشكل واضح وصريح هذه القضية بالنسبة لي واضحة كوضوح يدي هذه أمام عيني لا أشك فيها تجربة تتجاوز الأربعين سنة معهم بشكل عملي وحسي وتحقيقي وتدقيقي في كل كتبهم في كل كلامهم في كل زاوية من زوايا حياتهم الأمر لا يخص هذا الزمان منذ أن تأسست هذه الحوزة المشؤومة اللعينة سنة أربعمية وثمانية وأربعين على يد الطوسي المشؤوم واستمر الضلال منذ ذلك اليوم إلى لحظتنا هذه أعود إلى الرواية إذا ظهر الأبقع مع قوم ذوي أجسام فتكون بينهم ملحمة عظيمة ثم يظهر الأخوص السفياني الملعون فيقاتلها جميعا فيظهر عليهما جميعا على الأبقع وعلى الأبراص ثم يسير إليهم منصور اليماني من صنعاء بجنوده وله فورة شديدة لا أريد أن أقرأ الرواية كلها لأنني لست بصدد الحديث عن السفياني ولا عن اليماني أريد أن أصل إلى هذه النقطة إلى الكوفة ثم يظهر الكندي في شارة حسنة في شارة حسنة في علامة في هيئة في مجموعة في طبيعة في طريقة ثم يظهر الكندي في شارة حسنة فإذا بلغ تل سماء فأقبل ثم يسير إلى العراق الحديث عن مسير من جهة الشام ثم يسير إلى العراق وترفع وترفع قبل ذلك اثنة عشرة راية بالكوفة معروفة منسوبة زعماؤها معروفون إنهم المراجع هذا الموضوع تحدثنا عنه وقلت لكم من أن الرايات هذه ترفع في زمان مقارب لزمان ظهور الحجة بن الحسن ها هو الحديث عن السفياني إنها في زمن السفياني وترفع قبل ذلك هي مرفوعة قبل ظهور السفياني وترفع قبل ذلك اثنة عشرة راية بالكوفة معروفة منسوبة ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسن أو الحسين هذا الترديد قطعا من الراوي أو هو تحريف مثل ما حرفوا الرواية في العديد من جهاتها ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسن أو الحسين يدعو إلى أبيه يدعو إلى أبيه إما أن أباه مرجع من المراجع فهو يدعو إلى أبيه من المراجع الأحياء وإما أن أباه من المراجع الذين ماتوا وهو يدعو إلى منهجه هناك احتمالات هذه الأحداث في الأجواء القريبة من عصر الظهور السفياني قد ظهر الرايات التي ترتفع في الكوفة إنها ارتفعت في زمن قبل هذا الزمن لكنها ستبقى موجودة إلى زمن السفياني ما هي هذه رايات الحكم العباسي والحكم العباسي سيبقى إلى الزمن السفياني لأن السفيانية هو الذي سيقضي على جانب من الحكم العباسي الجانب الآخر سيقضي عليه الخراساني وترفع قبل ذلك اثنتا عشرة راية بالكوفة معروفة منسوبة زعماؤها معروفون وكل راية تنسب إلى قائد إنهم المراجع لأن الأتباع يقولون نحن نقلد فلان الذين يقلدون السيستاني سيستانيون والذين يقلدون مرجعا من آل الحكيم مثلا يقال لهم حكيميون وهكذا والذين يقلدون أحدا من آل الشيراز يقال لهم شيرازيون منسوبون إلى مراجعهم وترفع قبل ذلك اثنتا عشرة راية بالكوفة معروفة منسوبة ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسن أو الحسين يدعو إلى أبي في رواية ثانية ويقتل سلامه عليه سأعود إليها وترفع قبل ذلك اثنتا عشرة راية بالكوفة معروفة منسوبة ويقتل 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 بالكوفة رجل من ولد الحسن أو الحسين يدعو إلى أبيه ويظهر رجل من الموالي من الموالي من غير العرب أو من الذين يرتبطون بإيران بشكل مباشر ويظهر رجل من الموالي فإذا استبان أمره وأسرف في القتل قتله السفياني فإذا استبان أمره وأسرف في القتل يبدو أنه قد يطلب بثأر ذلك الرجل الذي هو من ولد الحسن أو الحسين يدعو إلى أبي يبدو هذا على سبيل الظن وترفع قبل ذلك إثنة عشرة راية بالكوفة معروفة منسوبة لقادتها وزعمائها الذين هم مراجع الدين ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسن أو الحسين يدعو إلى أبي ويظهر رجل من الموالي فإذا استبان أمره وأسرف في القتل قتله السفياني لأن السفيانية سيسيطر على النجف ومراجع النجف سيبايعونه هؤلاء اللعنى سيبايعونه ويغدرون بإمام زمانهم ويخرجون لقتاله هؤلاء الأنجاز أتحدث عن المراجع الذين سيكونون في عصر الظهور الرواية الثانية من الكتاب نفسه صفحة مية وثلاثة وسبعين رقم الحديث اثمانمية من الباب الثاني والعشرين بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه إذا اختلفت كلمتهم وطلع القرن ذو الشفاء وفي بعض النسخ ذو الشفاء لم يلبث إلا يسيرا حتى يظهر الأبقع بمصر الأبقع في سوريا ولكنني قلت لكم الروايات هنا في هذا الكتاب فيها خلل تعرضت لتحريف مقصود وربما يكون في مصر أبقع وأبقع وأبقع نحن والرواية الرواية بحاجة إلى شرح ووقت الحلقة صحرة طويلة سأعود إليها يوم غد إن شاء الله تعالى لازال الحديث في هذا الموضوع المهم والمهم جدا تابعوا الإعادة وانتظرون غدا أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله شكرا